السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات هل تورط نجيب ساويرس في تمويل مركز تكوين علاقته القوية مع إبراهيم عيسى والصداقة اللي بينهم وبين بعض هل دفعته أن يدفع فلوس للموضوع ده لأن ساويرس انفتاحه والحاجات دي كمان في لقاء مع عمر أديب قال إسلام بحير إسلام كان صحف في اليوم السابع بالمناسبة قال في ماسك مركز أمناء تكوين قال لك أنه في رجال أعمال بيمولوا هذا المركز ده قاله في لقاء واضح ولم يقل من هو رجل الأعمال أثارت طبعا تصريحات بحيرة عن تمويل المركز حالة من السخرية السوشيال ميديا قعدت تضحك عليه إضافة إلى أنها بتضحك عليه طول الوقت قعدت تصخر منه يعني مين رجال الأعمال دول اللي بتم تمويله وكل الناس عارفة عن الإمارات وتطبيعها مع إسرائيل ودورها هي اللي بتمول مركز تكوين لأنه مركز تكوين أحد أهدافه الرئيسية أنه انسى غزة انسى البتاع يلا يا عمي انفتح ودي إسرائيل المساحة بتاعتها وحل الموضوع وتعايشوا مع بعض تعايش مهم برضو يا جماعة وبرضو مبنية على التشكيك في الدين والعقائد والحديث والسنة والبخاري ولب لب لب مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه يعني إسلام بحيري ما قالش اسمي رجل أعمال واحد من الممولين لسببين إما أنه هو بيشعر أنه المشاركة في التمويل المركز جريمة وتهمة وتجريس أو الاحتمال الأقرب للدقة أنه ما فيش ما عنديش رجال أعمال من الأساس بتقف وراء تمويل المركز اللي مرتبط بدوائر إسرائيلية سواء الإمارات أو سواء بعض رجال المركز بعض الناس قالوا على بحيرة هيا جمعا نتكلم جد ونسأل من رجال الأعمال اللي بيقفوا وراء التمويل ده؟ هذا المركز المثير الفتن وغيرها عدد من الحسابات بتقول أنه نجيب سويرس هو الممول الأول للمركز ليه معلم لعدة أسباب تعالي أهمها الصداقة المريبة اللي بتجمع بين سويرس وإبراهيم عيسى واللي جات بعد حالة عداء سياسي قوي بسبب موقف نجيب سويرس من الإصدار الثاني للدستور القصة طويلها بأحكالكم بعدين عدد الحمودة وسويرس والدولة وإبراهيم نافعه القصة المهمة خلينا في دلوقتي في موضوع تكوين حالة العداء المطلق بين سويرس وإبراهيم عيسى تحولت إلى صداقة قوية جداً بين عيسى وسويرس في السنوات العشر الأخيرة بعد ما كتب عدل حمودة مقال الجياد لا تباع في السوبر ماركتان أحمد فؤاد نجم وانتقل للأهرام وتقفلت الدستور وسب عدل روزال يوسف وبقوا صحاب مع بعض سويرس وإبراهيم عيسى كمان من المعروف أن نجيب سويرس بيمتلك عدة مواقع زي فيتو ومصراوي ووكالة أنباء أونة كلها تعاملت مع مركز تكوين بطريقة خبرية فقط لم يتم كتابة أي مقال أو تحليل يرصد هذه العلاقة المشبوهة بين المركز وبين القوى المؤيدة لإسرائيل والمناهضة للمقاومة ورغم أن مجد الجلاد رئيس تحرير مصراوي الذي لا يطيق سيرة إبراهيم عيسى زي ما يقول محمد أوزيد في المصير بسبب مواقفه المشبوهة سبق وكشف الدور المفضوح اللي بيلعبه إبراهيم عيسى ضد العقيدة ووصلت أن الجلاد قال أن إبراهيم عيسى كان بيفطر في نهار رمضان متهكما على الصيام بتاع إبراهيم عيسى في بث مباشر على صفحيته بالفيسبوك أن إبراهيم عيسى كان بيتهكم على الصيام والناس اللي بتصوي كلام الفاضي الصيام إيه وكلام فاضي إيه ده يا عم لذلك مجد الجلاد ولا المواقع ولا مصراوي لم تتب أي مقال تهاجم مركز تكوين زي ما عمل مجد الجلاد قبل كده والبعض قال أن دي تعليمات نجيب سويرس طبعا بعد هذه الأشخاص أو الأصوات تميل إلى أن الاحتمالات كلها بعيدة عن الواقع أو عن المنطق في أن تمويل مركز تكوين بالكامل يأتي من دولة خليجية لها دولة الإمارات وأنه هدفه الرئيسي الترويج لإسرائيل الدفاع عنها مجابة المواجهة مجابة أي شخص يتخذ موقف حقيقي أو يتخذ تجديد أو سعي حقيقي للدين ولإعادة الدين إلى مكانته الحقيقية زي ما شايفين الفيديوهات المنتشرة للإسلام بحيرة اللي هو قال له الموطئ يا عمي ما فيهوش مقدمة قال له لا فيه مقدمة يا عمي يقول له الإمام مالك قال كده في الموطئ طب هو ما قالش ما فيهوش مقدمة يقول له لا أصلاه قاله في البداية بتاعت الكتاب يا عمي ما فيهوش بداية بسم الله الرحمن الرحيم وقوة الصلاة دي أول صفحة في الموطئ فطبعا هنا الأزمة الحقيقية إنه مركز تكوين من وراء مركز تكوين مسألة إنه إبراهيم عيسى بيصلي أو بيصليش بيصلي أنا متخصينيش يا جماعة لأنا ابن تيمية ولا أنا أقدر أتكلم في الدين لكن الحقيقة إنه يعني جلال أمين في مذكراته عن والده والده والمؤرخ الإسلامي والمفكر والكاتب العظيم أحمد أمين قال أنه لم يرى والده يصلي مرة واحدة في البيت وده كان غريبة ومدهشة يمكن في التجديد الدين دلوقتي مش شرط تصلي وتصوم وتزكي وتعجي والكلام ده أنت هتجاد الدين كده يعني حتة مكت في البيت هتغيرها أو سجادة هتنفضها أو صالون هتجيب واحد بداله يعني يمكن الناس دي فاهمة تجديد الدين كده أو تحول الدين إلى بيزنس وتجارة مهمة جدا بتجيب فلوس زي المخدرات وزي السلاح الناس تشتغل مركزهو وتمويل وملايين الدولارات والدنيا تمشي وتحت نظر الدولة الدولة عايزة كده يعني مش كده فضلك الإمام ولا إيه عايزين نجدد أم الدين ده يا عم عايزين نجدد دين حلو كده فرفوش يا جماعة طب فرفشونا معاكم لأن احنا في المنفى بصراحة يعني بحاجة إلى فرفشة تابعوا القناة من فضلكم عشان احنا عايزين نجدد كمان سنجدد حاجة تانية وتابعونا في حلقات جاية شكرا لكم والسلام عليكم